أثناء فخامة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة على الهدية التي تلقاها من سفارة السلطنة في الجزائر والمتمثلة في الموسوعة العمانية مؤكداً أن الموسوعة ثرية من حيث مضامينها الحضارية والتنوع الأحيائي في السلطنة والنسيج الثقافي المتعدد جاء ذلك في رسالة بعث بها فخامته إلى سعادة ناصر بن سيف الحسني سفير السلطنة المعتمد لدى الجزائر مشيداً بالدور الذي تقوم به السلطنة في الاهتمام بالتاريخ والحضارة العربية والإسلامية مؤكداً على عمق العلاقات الثنائية التي تربط السلطنة والجزائر في مختلف المجالات والسبل تطويرها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين